السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساد مشاهدي قناة الصحة وجمال أهلا وسهلا بكم في برنامجكم عين الشعب برنامج عين الشعب برنامج يرى بعين الشعب عين الواقع والأمل عين الإصلاح والتطوير هو عينكم اللي هنشوف بيها الإيجابيات وهنشجعها وبرضو هنرصد بيها السلبيات وهنتحداها هنعرض كل اللي بتشوفوه من لحظات نجاح وتحدي ولحظات ألم ومعاناة وكل ده عشان نشوف بعينكم بإذن الله مصر أحلى النهاردة عين الشعب راحت إلى محافظة الجيزة وبالتحديد إلى منطقة الوراء عشان تشوف أحد شباب الصيادلة اللي هم يعتبروا خط الدفاع الأول في الجيش الأبيض المصري في التعامل مع جميع الحالات المصابة زي ما شفنا في الأزمة بتاعة كورونا كانت الناس بتروح للصيادلية في الأول وبعد كده الصيادلية إما لو فيه أدوية بيصرفها له وبيدهاله إما بيوجهه للمكان المختص النهاردة معايا أحد شباب الصيادلة أبناء محافظة الجيزة اللي صمم إنه هو ينفع المجتمع بتاعه بالعلم اللي هو تعلمه كما وصنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه معايا النهاردة الدكتور صيدالي هيسم سامي الصيدالي بمركز أبحاث القلب والكبد أهلا وسهلا دكتور أهلا بخضر ربنا عليك صح يا ربكم أهلا بك حضرك طبعا بالنسبة طبعا حضرك يعرف الدور الصيدالي في الشارع أقرب للمواطن من دور الطبيب بحيث أنه أقرب شخص ليه لما هو يعاني من أي مرض بسيط بيروح للصيدالي عايزين نعرف حضرتك حقيقة دور الصيدالي في النقطة دي بالتحديد تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب طبعا أحيي القناة مبدئيا والعاملين بيها لإتاحة الفرصة لتوجيه رسالة معينة طبعا الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام منطقي جدا لأن أنا عندي بشكل عام وبشكل خاص المريض المصري طبيعته بسيط المريض المصري مش أكيد من الطبع العليا كل المرضى بيتوجه للدكتور الخاص أو بيتوجه للمستشفى الخاصة أو بيتوجه مباشرة للمستشفى لا بالعكس إحنا عندنا طبقة يعني مش قليلة من الشعب المصري طبقة يعني تتجاوز الستين في المية من الشعب المصري بيكون الموضوع في البداية بسيط أقرب مكان يقدر يوصله الشخص المريض أو الشخص التعبان بيحوض على الصيدالية اللي هي في كل حتة وفي كل شارع وفي كل نصية وفي كل حارة بتفاجئ إن المريض داخلك يتوجه للصيدالي بيبدأ الأول يشتكيله الشكوى المتاحة لديه أو الإشكال اللي عنده وبكون الصيدالي فعلا هو المحطة الأولى للمريض يا إما يوجهه للطريق الصحيح اللي من خلاله المريض ده يتلاشى بعض الإشكاليات الكبيرة اللي ممكن تحصل يا إما ممكن طبعا لو مش صيدالي فاهم واقف في المكان أكيد بيوجه المريض توجيه خاطئ فبنفاجئ بعد كده بعواقب غير طبيعية يعني المريض بتفاجئ الأول خالص مع أي شوية صداع بيقوم نازل على الصيدالية والله يا دكتور أنا عندي صداع أنا عندي كذا أنا عندي حاسس بإشكال حاسس بمشكلة معينة بتوجهني وبالتالي بتبقى محطة المريض الأولى هي الصيدالية لو المريض والله شايف حالة لو الصيدالي شايف حالة المريض حالة خطرة أو شايف إن حالة المريض تستدعي المستشفى بالتالي الصيدالي بيبقى التعامل معاه في إطار القانون يعني في إطار الطبيعة أنا شايف إن الشخص ده إنسان طبيعي ودخل الصيدالية والله ضغطه كويس مصبوط ومعندوش أي إشكال غير شوية مثلا برد خفاف إنت متاح لك التعامل مع المريض من خلال الأوتوسي الطبيعي اللي هي الحاجات البسيطة الحاجات الخفيفة شوية مغس خفاف إنت بدأت تعرف من خلال التعامل معاه ومن خلال الكلام معاه إنه والله يتصرف له حاجة معينة أو الدول معين اللي هو هيبدأ يجيب معاه النتيجة اللي تشفيه في خلال وقت بسيط لقيت الحالة مش تخصصك أو الحالة مش في إيدك بتبدأ توجه طبعا المريض لا أقرب مستشفى أو لا أقرب دكتور مختص فبالتالي دور الصيدالي مهم جدا في التوجه ده وشوفنا الكلام ده أيام كورونا بشكل خاص يعني أيام كورونا كنا بنفاجئ إن حالات جاية محمولة على إيدين 2 و 3 و 4 الحالة دخل الصيدالية يا دكتور بعد إذنك الحقني والله في سخونية فيكو حبة الغن مش قادر قمت من نوم لقيت نفسي بعرقان وبكح ومش قادر أخذ نفسي في الحالة دي كنت دايما بتقوم ووجهه على طول الأقرب مستشفى وبتبدأ تديله النصايح اللي مفترض يعملها لأن المريض ده دلوقت أصبح فيه إشكال كبير جدا المريض ده لو داخل دلوقت الصيدالية وجايبه طبعا الناس ثقفتها للأسف يعني ده مش عيب هو ثقفته على قده المريض داخل اتنين حملينه للأسف لا لابسين كمامات ولا هو لابس كمامة حولينا عنده دي تنفس تبنيه من دلوقتي فانت بتضطر تتوجهه بتقوم أول حاجة مد الوقايات لهم يا جماعة بعد زمنكم اتفضلهم البس كمامة البس كمامة التعامل يكون عن بعد اتصل بالإسعاف هتبدأ تودي المستشفى حافظ على السوائل اللي راكب قبل ما تبدأ تقول له قل له والله ده الشخص قد يكون مصاب انت لسه مش عارف الحالة مشتبه فيها لكن هو ما يدريك لو عنده كورونا ده وتعاملوا بحرية واقعد حاجة فضل على الكرسي وحد داخل وحد طالب تمام يعني دور الصيدالي بيتمثل في التوعية للمريض من البداية اه طبعا بالنسبة نبدأ بقى ايه بموضوع فقرتنا النهاردة فموضوع فقرتنا النهاردة هو كيفية التعامل مع حالات السمنة المفرطة بوجه عام للأسرة والأطفال بشكل خاص طبعا كلنا عارفين أضرار السمنة المفرطة واللي هيكلمنا فيها دكتور هيسم دلوقتي ايه حدثك أبرز أضرار السمنة في الأسرة بوجه عام والأطفال بشكل خاص تمام النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيس الربنا سبحانه وتعالى العافية لأن طبعا الصحة هي نعمة من ربنا ربنا بيدهلنا عشان نحافظ عليها وعشان الإنسان يهتم بصحته بشكل كويس جدا أكيد مش هيقدر الكلمة دي يتحد سليم عنده 30 عنده 40 عنده 50 عنده 60 سنة بيتعامل في الحياة بشكل كويس وبشكل طبيعي هو مش مقدر إمت الصحة اللي في إيده مش هيحس بالصحة إلا للأسف اللي بيتجرع مرارة الألم ومرارة التعب السمنة المفرطة لو حبينا نتكلم عنها للكبار وللأطفال بشكل خاص هتفاجئ إن السمنة كارسة كبيرة جدا يعني يقوم بله موقوتة مش هقدر أقولك والله السمنة بتعمل لي إشكال كذا بس لا بالعكس السمنة المفرطة أو الدهون والكوليسترول بشكل عام بيأثر على كل أعضاء الجسم بيأثر على كل جهاز في الجسم لو قلتلك بداية من الجهاز التنفسي الشخص اللي عنده سمنة مفرطة هو أكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي من غيره الشخص اللي عنده سمنة مفرطة هو أكثر عرضة للتهاب الربو الشعبي من غيره الشخص اللي عنده سمنة مفرطة هو أكثر عرضة لمشاكل الحساسية في السدر من غيره الشخص اللي عنده السمنة المفرطة وعنده الكوليسترول عالي مشاكل 40% يعني بوابة لدخول أمراض لا حصرة لها هنتكلم دولتي في أسبابها حضرتك تمام إحنا الأول لو قلنا لأن طبعا في مشكلة كبيرة بتواجهني أنا عندي 40% من مرضى القلب سببها سمنة المفرطة عندي ملاقل عن 30% من أمراض الكبد سببها في البداية كات السمنة والدهون على الكبد عندنا مرضى كتير جدا عندهم فاتليفر عندهم دهون وطبقة من الدهون على الكبد الطبقة دي بعد فترة بتتحول لتعمل تلايف وبعد كده تعمل لي خلل فشل في الكبد فشل آه وتعمل لي خلل في الوظيفة الحيوالي الكبد وتؤثر لي على الجهاز الهضمي وكمان إشكال كبير جدا أننا عند النهاردة مرض السمنة المفرطة لما يبدأ وزنه يزيد بيأثر لي على العظام لك أن تتخيل النهاردة أن أكتر من 20% من الحالات هو راح يكشف عظام ما لهش علاقة بالسمنة نفاجئ أن الدكتور بيقوله أنت وزنك زيد 20 كيلو أنت وزنك زيد 10 كيلو تبدأ عمل لي إيه ده هو اللي عمل لك مشاكل الفقرات ده هو اللي عمل لك مشاكل في عنوك الرأبة وفقرات الرأبة ده اللي عمل لك مشاكل في المفاصل ده اللي عمل لك خشونة فأفاجئ أن حله لو أنا نزلت وزن 10 كيلو نزلت وزن 15 كيلو 20 كيلو هتتحل مشاكل العظام يبقى أنا بتكلم على مشكلة النهاردة كفيلة أن هي تأثر على أعضاء الجسم كله يعني تستدعي مني حذر تستدعي مني أن أبدأ أخذ إجراءات احترازية أو إجراءات سريعة في أن أنا أبدأ أتخلص منها الزابط هنا إحنا بدورنا عايزين ننصح الناس أقول لها إيه الأسباب اللي بتخلي الواحد ممكن يوصل لمرحلة أنه عنده سمنة مفرطة السمنة المفرطة طبعا لها أسباب جينية ولها أسباب طبعا ممكن تكون ورصية إن أنا عنده والله ده جين وراصي لكن أنا أقدر بالنظام غذائي معين أتغلب على الكلام ده كله أو ما وصلش للكلام ده كله لأن النهاردة لو جيت أتكلم على السمنة إن أنا مثلا عند نظام غذائي مصحيح عند النهاردة كل أكلي عبارة عن سكريات كل أكلي عبارة عن كاربوهايدرات كمية عالية جدا كل أكلي النهاردة عبارة عن دهون اللي هي السموم البيضة زي اللي هي السموم البيضة أنا النهاردة لما باعود أكل سكريات بدرجة غير طبيعية أما أعود أكل كاربوهايدرات بضرجة غير طبعية أما أكون إنسان كسول ما بتحركش ما بعملش مجهود ما بحاولش أحرق كمية السعرات الحرارية اللي دخلها للجسم أنا لو دخل لي 100 سعر حرارية وبفقد منهم 10 بس عند تراكم 90 من السعرات الحرار هتروح فين أكيد هتعمل لي كوليسترول عالي أكيد هتعمل لي دهوم في الجسم بضرجة كبيرة جدا يعني النظام التغذية هو الأساس والنظام اليومي الرياضي اليوم هو الأساس يعني هو ده هو ده 90% من أساس علاجك أو أساس وقايتك والحفاظ على نفسك هو معدل الغزاء أكيد دايماً كل ما أقرب من الطبيعة وكل ما أقرب من الحاجات الغير مضرة أكيد هبقى بصحة كويسة وأكيد هيبقى صحتي يعني 100% كومبيلية تمام إن أنا كويس وإن أنا عندي يعني صحة أقدر أواجه بها يومي وواجه بها حياتي لإني زي ما قلت لك أنا لو عندي أقل حاجة شو يدون عليك كب هفاجئ بنفسي طول النهار كسلاني أفاجئ بنفسي عندي خمول باستمرار هفاجئ بنفسي لو أكلي بيتهضم في مثلا معدل هضم ساعتين ثلاثة أفاجئ إن أنا بسبب دهون الكابت بقعد بالست ساعات عشان أهضم الوجبة اللي أنا أكلتها وبالتالي أنا طول النهار مش قادر أتحرك أكل وأعوز أنام على طول طيب بالنسبة الكرزية اللي تنصح إيه بإيه الناس أو توصيات بالنسبة نظام غذائي أو نظام يومي التابعة للتخلص من السنة النصاب بالسنة تمام هو أولا النظام الضيط إن أنا لازم أعمل ضيط الأطفال الأطفال طبعا بواقع خاص إحنا في مشكلة كبيرة بتحصل مع الأطفال وبتبقى صعب السيطرة عليها إلى إنها عايزة مننا ثقافة عالية جدا النهاردة أنا مش عايز الطفل يأكل اللي هو راغب فيه بس يعني أنا لو أنا خلت أنا نفسي مستجيب للطفل فقط لغير والله الطفل مش عايز يأكل حاجات فيها فيتامين سي الطفل مش عايز يشرب كوب اللبن اللي هيدله فيتامين دي الطفل النهاردة مش عايز يأكل معدل نشويات وكربوهيدريت معينة عشان تقويه وتغزيه الطفل النهاردة عايز يهتم بكل المعلبات عايز يهتم بالحاجات اللي فاها نسبة سكريات عالية وده بيواجهنا كارسة كبيرة يبقى فيه دور الأسرة في النقطة دي أه طبعا دور الأسرة دور مهم جدا هو أنا الأم النهاردة الطفل عاوي الشوكولاتات 24 ساعة هو أنا لو أعدت أديلي السكريات بكميات مفرطة وغير طبيعية وغير مقننة طب ما أنا هفاجئي أن أنا عند الطفل ده النهاردة الناس بتعاني يقولك عندي أطفال كتير جدا عندها فرط حركة عندي أطفال كتير جدا عندها يعني هايبر أكتف بطريقة مش عادية الطفل ده أنا بأثر عليه بدرجة عالية جدا الطفل لما عمال أرميله في جسم سكريات عمال أرميله في جسم سكريات الطفل ده يزال عنده معدل الدوبامين هرمون معين يخليل الطفل طول النهار أكتف الدوبامين ده بيأثر على السيروتينين الدوبامين ده هرمون المتعة السيروتينين ده هرمون السعادة لما زود في هرمون المتعة هقلل في هرمون السعادة يبدأ الطفل يبقى على طول لدرجة ان انت بتفاجئ النهاردة اطفال عندك تقاب اطفال عندها حالة نفسية سيئة اطفال ظاهر لها قلوبشيا وعندها صلع وراسي ده طبيعي يبدأ اتساقط بعض الشعب كل ده من السمن كل ده نتاج السكريات المفرطة اللي بالتأكيد بعد كده هتأدل سمنة وفيه كرسة تانية كبيرة جدا هتواجه الطفل لو انا محافظتش عليه انت ناس ان انا عنده غدة اللي هي البنكرياس هو البنكرياس اللي بيفرز الانسلين البنكرياس ده بيتأثر بالسكريات اللي داخل الجسم عشان كده بنشوف فيه اطفال عندها خمس سين او سبع سين وعشر سين عندها سكر بدرجة لا تتخيلها قد يكون العامل الوراثي او عامل البكتيريا او الفيروس او غيره لدرجة بالبنكرياس عملي كده الا ان بنرجح بنسبة من الاسباب لا تكل يعني امكانية عن كده ان سببه السكريات العالية طب هل حرك حاجة بالنسبة لو فيه اسرة عندها طفل او طفلين ملاحظين عليهم بداية البدانة او بداية السمنة بننصحهم بايه اي نظام يتبعوه او اولا يعني انا عشان انصح النهاردة اصره انا شايف الولد بدأ يزيد لازم اولا ابدأ يبقى فيه كنترول عليه كنترول على غزاءه كنترول على تحركه الطفل ده النهاردة انا مش معاده طول النهار 24 ساعة في البيت وعمال اجيب له شوكولاتات وعمال اجيب له سكريات وعمال اديله انه طول النهار عمال بأكله تغيير في نظام اليومي لكن انا بكلم عن حيث لو فيه اصفات طبية طبيعية بدلا ما الناس تروح تجيب مستحضرات طبية ادوائية لها ممكن يكون عراض جانبية تنصح بايه الناس تستخدمه كحاجة طبيعية تمام فيه اول حاجة لازم ان انا النهاردة عشان اتخلص من السمنة للطفل بشكل طبيعي وبشكل غير مكلف وبشكل متاح في كل بيت رقم واحد ان انا اخلي الطفل ده غير كسول يعني يكون فرياضة يكون فرياضة يومية للطفل عشان يبدأ يتخلص من السمنة المفرطة المتركمة في جسمه فيه وصفات معينة ان انا ممكن يعني دلوقتي فيه تركيبة معينة بندها ممكن للاطفال من بعد سن الخمس سنين اللي هو نص معلية كمون صغيرة معلية شاي مع نص معلية ارفة صغيرة مع لمونة مع كوب ماء ده لما نخلطهم في الخلاط وندق كوب كل يوم للطفل على الريق تاني معلش هاته عشان اللي سادة المشاهدين تمام نص كوب نص كوب ماء أو كوب ماء كامل ما فيش اي مشكلة مع نص معلقة شاي من الكمون نص معلقة من الارفة لما حط نص معلقة ارفة مع نص معلقة كمون صغيرة مع لمونة مع كوب ماء لما نخلطهم ونشربهم للطفل كل يوم على الريق كوب ماء أغلي ولا ما عادي خالص زي الشاي العادي الطبيعي تشارب تنسيب الماء تبرد شوية ونقوم حطناها ومقلبين كله ببعضه ويشربها كل يوم صباحا اعتقد ان دي حاجة بسيطة جدا لو الدنهاله بشكل يومي دي بتساعد على عملية الحرق عند التفاح التفاح ده في كمية الياب بسموه قاتل الكوليسترول في الجسم كل يوم الطفل ياخد سمر التفاح دي هتكون مفيدة جدا وهتساعده في التخلص من الدهوم بشكل كويس جدا برضو النهاردة القهوة الخضرة أو الشاي لغدر ده حاجة غير مكلفة يشرب كل يوم كوب ده كويس جدا وهيكون مفيد وهيتخلص به من الدهون بالاضافة انه ابعد عنه جميع الزيوت الحاجات اللي بسموها المحمرات اللي هي حاجات المقرمشة كلها اللي داخلها نسبة زيوت عالية دي بتأثرلي على الطفل بدرجة عالية وبتعمل لي تراكم للدهون وتراكم للكوليسترول لما هابعد عنه الكلام ده وابدأ اديروا الحاجات ديات بنظام برضو نسبة البروتينات تبقى نسبة بروتينات بنظام لما اديروا اهتم طبعا البروتينات اللي هي اللحوم الحمراء بتبقى 100 لـ 150 جرام يومي ما تعدهمش طيب اخر حاجة حضرتك بالنسبة ايه اصعب حالة حضرتك تعاملت معها كانت مصابة بالسمنة الحالات السمنة مش هنقدر نحصل حالة واحدة حالات السمنة اللي حركت عاملت معها شخصية تمام كتير يعني احنا بنتعامل مع حالات السمنة احتبر بشكل يومي حالات طبعا تعاملنا معها وكان افضل وسيلة ان هي تتخلص من السمنة ان هي طبعا نبدأ نقلل الاحساس بالجوع لاننا طبعا فيه ناس عندها فوبيا الطعام اللي هي على طول عايز عنده شراسة في الطعام انه على طول عايز ياكل على طول عايز سكريات على طول عايز كمية الدهون عالية ده طبعا ببدأ اتعامل معاه بندوله حاجات طبيعية ممكن البران اقراس اللي هي اقراس الرد زي ما بقولهم اقراس طبيعية جدا وامنة 100% ده طبعا او بزر الاطونة بيتشار من عند العطار حاجة بسيطة جدا بزر الاطونة ده لما تحطه على كوب مية وتبدأ تحطه حاجة بزور زي السمسم كده اما تحطها في كوب بيت المية وتشربها بزر الاطونة ده بينفش في المعدة ويبدأ يعمل لي امتلاء للمعدة غير ضر يعني مش امتلاء ضر ان انا بعب المعدة باي حاجة تعمل لي بقى انتفاخات وتعمل لي تقلصات وتعمل لي اسهال او ترجيع او تعمل لي نازلة معاوية لا بزر الاطونة ده لما بنحط معلقة واحدة من بزر الاطونة وده نصيحة بنصحة للاطفال والقبار والأي حد عايز يساعد نفسه انه هو يتخلص من السمنة اللي هو عنده اشكال في عملية النوع على طوله عايز يأكل كنت شفت الحلاتك على قناة اليوتيوب بتاعت حلاتك كنت عامل مبادرة كده التخسيس في كيس ايه ال التخسيس في كيس انا كنت بتكلم في الحلقات دي يتعانى النصائح اللي هي الانسان يتبعها يبدأ يقلل بها معدل السعرات الحرية اللي دخل جسمه عشان يبدأ يحرق وينزل من الدهون المطرقمة في الجسم كنت بتكلم فيها على المشروبات اللي المفترض الانسان يشربها الحاجات الممنوعات اللي المفترض الانسان يبعد عنها الحاجات السلوك اليومي اللي الانسان يتبعه عشان يبدأ ينزل معدل الدهون ومعدل الكيلوستيرول لاننا النهاردة في ناس عندها إصراف في كمية الدهون وتناول كمية الدهون في ناس عندها إصراف في تناول السكريات في ناس عندها إصراف بدرجة عالية جدا في المشروبات الغازية ودي كرسة وخطر كامل أن أنا النهار ده عمال أرمج جسمي مشروبات غازية طول النهار ده هيروح فين هينعكس بالسلب علي أكيد هيعمل لدهون وهيعمل لكوليسترول وهيعمل لإشكال في الجسم هيخليني دايما ما عنديش حيوية ما عنديش نشاط وارجع تانيش تكي وقوله الدكتور والله أنا عند العظم كله تعبان أنا عند العظم كله متأثر متأثر بإيه؟ متأثر بفيتامين دال اللي ما بيخشي ليش جوه العظم يعمل لي توازن ويعمل لي قوة للعظم بتاعي وخلينا أقدر أمشي وأبدأ أتحرك متأثر لأن المشروبات الغازية بتقلل فيتامين دال في العظم إن أنا النهار ده بدل مشروب الكلام ده طيب أنا أشرب كوب لبن خالي الدسم والله يا دكتور يعني أنا مش قادر أقولك يعني إيه بس الفقرة يعني وقت داهمنا وكون نفسنا نقعد مع دكتور هيسم أكتر من كده ومن هنا تكون وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة وبنشكر دكتور هيسم سامي على تشليف أولينا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظرونا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في فقرة عين البرلمان عين الشعب النهاردة راحت منطقة إمبابا عشان تشوف أحد الشباب المجتهدين وهو معلم أول لغة إنجليزية حاب ينفع المجتمع والمنطقة بتاعته وأصر أنه هو يخدمهم فقرر أنه هو ينوي الترشح لمجلس النواب في الدورة القادمة معانا النهاردة في عين الشعب الأستاذ كريم سارمير معلم أول لغة إنجليزية لغة عربية مرشح مجلس النواب عن دائرة إمبابا ومعانا الأستاذ وليد حسين مدير الحاملة الانتخابية ومعلم لغة إنجليزية يعني النهاردة أنا سعيد جدا معايا اثنين من المعلمين إن كان إحنا طول عمرنا إتربينا إن المعلم دوت يعني حاجة كبيرة وكان في حكمة بتقول كم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون دا نصودا وكان على أيامنا إحنا بقى وإحنا صغيرين كان أهلينا يقولك أنه لما شوف المعلم كده ماشي في السارع ماشي في السارع لازم أخد سارع تانية أمشي فيه عيني ما تجيش في عينه فأنا سعيد جدا النهاردة إن أنا معايا اثنين من ضيوف واثنين معلمين وكت سعيد أكتر لما عرفت إن أحد السادة المعلمين دوله الأساس كريم هينوي الترشح للحاملة للفترة الانتخابية في البرلمان القادم عن منطقة إمبابا فإن شاء الله النهاردة هنيبقى معاه فرصة كبيرة إن هو يعني يعرض برنامجه الانتخابي لأهالي إمبابا بالكامل أهلا وسهلا يا شخص كريم أهلا وسهلا بحضرتك ممكن ده حضرتك تقول لنا إيه هو البرنامج الانتخابي دي باختصار كده في البداية أو الخدمات أنت هتقدمها للأهل اللي دايرة عندك بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا القرار ده أنا خدته لسبب واحد بسيه هو سبب واحد أنا عايز أوصل بمشيئة الله تعالى وبمسندة أهل إمبابا الكرام اللي أنا بحبهم جدا 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 هم عارفين كده كويس أي واحد بيسمعني عارف كده وعارف إن من أصغر طفل لأكبر راجل أنا بعزه جدا وبحترمه أنا عايز أوصل بمنطقة إمبابا لأفضل منطقة تكون أنا بزعل جدا يا إسلام لما باجي مثلا أنا برى إمبابا مثلا في الدقي أو برى بعيد مثلا في مدينة ناصر وحاجة واقف تاكس مثلا أو حد جايلي وأقول له إمبابا تحس إن السواب يشمعيز ليه يعني الناس واخدوا فكرة عن إمبابا غلط أنا متأكد إنها غلط تماما فاحنا عايزين نصحح الفكرة دي الفكرة دي لازم تتصحح لأن هي منطقة جميلة ومنطقة لأ مش مش وحشة فاحنا عايزين نوصل الهدف الرئيسي من الفكرة كلها ومن الموضوع ده كله هو الوصول بمنطقة إمبابا لأفضل ما تكون ما استطعتوا إلى ذلك سبيلة فاحنا عايزين نوصل بيها الخدمات كتيرة جدا لأن إحنا عندنا في إمبابا فعلا نقص في الخدمات مع احترام الكامل لسياد النواب اللي هم فيه دماغي اللي هم كانت في الدورة السابقة الناس ما قصرتش بس إمبابا لسه عايزة الكتير بتعاني أكيد من العديد من المشاكل شأنها في هذا الشأن شأن معظم المناطق الشعبية أنا عايز من الحالة تقول لي إيه الحاجة أبرز حاجة أنت شايف الناس بتعاني منها وأن أنت بتوعد الناس أن أنت لو ربنا كرم بإذن الله ووفقك ونجهت في البرلمان القادم عم داية إمبابا هتغير منها ليه الأحسن الحملة الانتخابية بتاعت يا أستاذ الإسلام هتقوم على ثلاثة محاوة أما المحور الأول محور الصحة يعني ما ينفعش خالص مريض يبقى مصاب مثلا أقدروا له حدثة ساعة 2-3 بالليل ويطلع على مستشفى المركزي اللي كل أهل مبابا عارفينها مثلا يقول له لأ احنا ما عندناش عظام اتفضل روح مستشفى الصحة أو روح الأسر العيني الموضوع دا بيزعل جدا أهل المريض لأنه طبعا المريض لازم يتنق يعني هو واحد اتقبط مثلا على بعد 10 متر من مستشفى المركزي مستشفى مستشفى حكومة ما ينفعش أنا خش المستشفى يقول لي لأ روح مستشفى تاني لأنه ما فيش دكتور عظام متواجد أو أي قسم باطل لا ما دا مش موجود النهار دا الموضوع دا أنا برفضه تماما وبزعل منه جدا 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 في العديد من المشاكل حصلت بسبب جزئية دي ما ينفعش خص المستشفى تمشين انت لازم تعمل لي الإسعافات الأولية أنا راجل مصعوب فالمحور الأول هو محور الصحة والتحسين من المستشفيات الحكومية أهل مبابا في ناس كتيرة جدا انت بتعرض لحضرك دوقتي على الشاشة بعض الصور موجودة قدامنا حضرك على الشاشة دي لو ممكن كل الصورة مسلا في سريعا كده تكلمنا عنها كده وهمها اه دا خارج موضوع الانتخابات الصور دي فعلا فجأتني بيها أستاذ لي السور دي دا حفل تكريم الطلاب المتفوقين دي سنة كانت سنة 2017 مع الأستاذ القدير كان مدير مدرسة مبابا في السنوات العسكرية والسعادة الأبيض طبعا دي كانت بالزبط حفلة تكريم المتفوقين البنوتة دي على ما أتذكر في كل الطيبة من شاء الله عليها دلوقتي اه فدي كانت جايبة مجموعة عالي جدا في السنوات العامة كانت جايبة تقريبا 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 90 أو 99 يعني على ما أتذكر تمام تمام نكمل بقى كلامنا المحور التاني في سورة تانية جادة اه دي لما خدت جايزة أفضل مدرسة محافظة الجيزة من حزب الوفد وقناة الوفد التعليمية دي كابودي دي قريبة جدا دي حفلة تكريم طلاب 2020 من قريبا تحرك بتعمل حفلات كل سنة لازم نكرم المتفوقين من أهل مبابا ده لازم ده لازم وكذا من زمان ده برضو كان المعلم المثالي المعلم المثالي بمحافظة الجيزة ما شاء الله طيب دوقتي يا أستاذ وليد بما إن حضرتك المدير الحاملة المتخابية للأستاذ كريم تقدر في عجالة تشرح لنا باختصار أهم المحاور الرئاسية للأستاذ كريم اللي هو هيخدم بيها أهل هو أبص حضرك أستاذ الإسلام أنا كلام النظر كتير جدا في موضوع النواب بس أستاذ كريم في حاجة يعني فعلا هي اللي ممكن خلتني اللي أنا بقى معاهة فعلا يد بيد اللي هو فعلا من نفس المكان من الناس وللناس ومع الناس وفي كل حاجة وفي عزة وفي واجب وفي فرح وكل حاجة اللي موجود المدرس بيدخل كل البيوت اللي عاولات كلهم بيجيلوا عند المدرسة معروف في المكان فهو عشان إحساسه بالناس هو عايز بقدر الإمكان يوصل لرفه يعني على قد ما يدر من المعاناة بإحساسه بالناس ووصل للناس هو بصراحة كان في بعض المبادرات اللي كان عاملها جميلة جدا هو كان لسه بيتفق معنا اللي هو هيروح يتكلم مع التنمو الاجتماعي وهيروح يتفق مع المستشفيات وهيعمل حظ للناس المحتاجة جدا وهيتفق مع المستشفيات اللي ان يبقى لهم أيام معينة بصعازها مزيئة بالعمليات والكتوريات والتحديل وكل حاجة وبرضو كان في مبادرة تانية للتعليم الإلكتروني ده هو موضوع التعليم ده كمان هو مهتمب جدا يعني والتعليم الموازي بتاع السناتر هو كان عامل اللي يفكر في حلول في الموضوع ده فلاقى ان احنا نعمل في مبادرة بعملها عندنا أستاذ فاضر اسمه محمد الموجي مع أستاذ كريم فهو بلاقى عندنا كان عنده اسمه محمد الموجي ده سايبر كبير وعنده مدرس بتاع نظم معلومات بوليجرامر ممتاز ففي القضاء اللي جوه كان فيه مكان ففيه بعض المدرسين جمه مبتدى المدرس ده يعلمهم ازاي نعمل منصة الكترونية بقى اضعف يعني الاشياء اللي عندك بيستغل يعني اقالي مكانياتك في الكمبيوتر اقالي مكانيات المدرس اما احنا المدرس ككمبيوتر انت فاهم من التقنيات الحديثة دي المدرس يواخد عالتعليم اللي هو التقليدي فهو الاستاذ كريم محمد الموجي دول عملي بقى قالك اقل الامكانيات اللي عندك في استخدام الكمبيوتر احنا نقدر نخليك توصل لنتيجة نهاية انك تعمل قناة الكمبيوتر فهو التدريب ده منطلق ان احنا بقى الدولة طبقة التعليم الحديث بنت اقلم بقى مع الدولة مع الدولة تكنولوجيا مسيرة اذا احنا بقى علامة قانون علامي يعني احنا مش هنقدر نتخلف عن حين الدقس فانت عسنا تمشي انت تتساير فاحنا بنتتساير مع التكنولوجيا عن طريق ايه؟ بنأهل مدالسين وطلب يعني هو كان موضوع اللي هو كان عايز يتناقش ويقدم طلب موضوع انت تطبيق التكنولوجيا يجب يتدي من البداية حتى هو كان دايما يقولينا كلمة كده واحنا عادين ايه لا يستقيم الظلم ولا عودوا اعوجوا يعني انه بتبتدي من البداية عشان خاطر تطبيق التعليم الصحيح فبصراحة ليه كده مبادرة كده كويسة جدا لو فعلا تعملت هتبقى ايجابية جدا يا استاذ كريم حرام دلوقتي تكلمتنا على مجالة الصحة الاصلاحات اللي انت بتفكر فيها ان انت تعدل منها في منطقة مبابة في قطاع الصحة ايه تاني حضرتك القطاعات اللي بتضررها في مبابة وانت بتوعد الناس اللي انت ان شاء الله ما طابل تتحددك يعني انا الحملة بتاعتي كلها تقوم على الصحة التعليم النظافة والمرور التعليم احنا عندنا مشكلة لا تغفى على الجميع سيادة الوزير مشكورا وهو طبعا فوق دماغنا والرجل ما كلش جهد واحنا معاه قلبا وقلبا بدأ بموضوع التابلت ده وموضوع التعليم الالكتروني بس انا باخد حاجة واحدة بس ان هو بدأوا من قوله سنوات يعني الطالب داخل سنوات عاما اتفاجئ الموضوع التابلت الله يفتح الله عليك انا كنت بس اتمنى اتمنى ان هو يبتلي من قوله ابتدائي خلاص عيل داخل جديد ابتلي بقى اعلمه كده انما احنا حصل عندنا ضرب ايه هو ضرب ان الطالب واخد على نظام تعليم معين هذا ما وجدنا عليه ابقان ان المعلم يخش يشرع الصبورة الطالب يمتحد جاء الدكتور طارق شوق ايه فاجأه بنظام جديد النظام مش وحش ما اقدرش اقول ان هو وحش ده نظام جميل جدا بس الفكرة كلها ان الطالب مش متدرب عليه صح ومعاقوه لا المدرس يعني انا واحد من الناس ان عندي التابلت بتاعي وانا مدرس اقول انا عن نفسي لأ وجدت صعوبة في التعامل في بداية الامر يعني تمام انا وجدت صعوبة في بداية الامر فحل الموضوع ده ان هو وهو يعني الدكتور شغال بصراحة تدريب المعلمين وتدريب الطلاب وان انا بتدي اعمل نظام تقويم صح الحاجات المأخذ اللي الناس كلها خديتها والناس كلها لحزيتها ان طلاب اولا سنم وطلاب تانية سنم لما جوم يمتحنوا بيمتحنوا في البيت اه يعني انا طلبة كتير جدا ان اصرف مستر كريمي اجابت السؤال ده ايه انا مكش بجاو اقول له يا حبيبي لا اعتمد على نفسك حل افتح الكتاب حل طب كريم مجاوبش ما هو فيه سين جاو وفيه صد جاو ودليل ان الطلاب كل طلاب اولى سنوي على مستوى جمهورية مصر العربية تلعوا ثانية سنوي كل طلاب تانية سنوي على مستوى جمهورية مصر العربية تلعوا ثالثة سنوي طب ده ينفع هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون طب دي تنجح ازاي؟ النظام جميل جدا بس احنا يا دكتور عايزين تقويم صح الطالب يمتحن في المدرسة اكتاب يشتغل عليه المشكلة ان هو يمتحن ورقي او يمتحن على التاب بس فيه مدرس او ناس من قزارة او ايا كان نظام المرقبة بيرايب عليه بحيث ان الاسر اللي اجتهدت مع ابنائها تلاقي نفسها مميزة زي ما شفنا طلاب اول سنوي العام 2020 وطلاب اللي حضرتك عرضت صورهم دول طلاب دول تعبوا واهليهم تعبت معاهم في طلاب مذاكرتش عقدر الطالب جابت مجموع اقل فاقل 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 فهنا الطالب اللي اجتهت تفوق في النظام الجديد كل الطلاب تفوقوا كل الطلاب تلقوا طب ده لا فاحنا عايزين يا دكتور طارق يعني من هذا البرنامج انا بدو حضرتك عايزين نظام تقويم اللي هو يميز الطالب الكويس جدا من الطالب الضعيف من الاقل فالاقل لان الطالب بتاعنا مش على درجة الوعي والثقافة اللي هي تخليه امتحن معا نفسه بمنتهى الامانة يعني الطالب مش هيا انا فهم دماغ حضرتك حضرتك عايز الطالب يقعد ووالده او والدته لا ما يسعدهوش بس الكلام ده بحصرش ولو حصل من طالب او اتنين او تلاتة مش يحصل منكم تمام تمام زائد حتة كسافة الفصول عندنا كتير ما هي كده الموضوع المنظومة تعليمية الجديدة دي تقللت الكسافات اللي موجودة في الفصول وهيبقى التعليم معظمه عن طريق زي ما حضرتك وتفضلت وقلتوا بموضوع المنصة بالزبط بالنسبة لدي الجزئية التعليم لو دخلنا في المشاكل التانية اللي بتعاني منها زي اللي حضرتك الكمامة والمرومة مشكلة الكمامة مشكلة كبيرة جدا ولي الامر الاب او رب الاسرة بينزل من البيت بشانتة زبالة سودة وبيقوم رميها فارب مالب وده 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 وفي كل منطقة الكلام ده تشمئز له النفسي والكلام ده لو انا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم التوفيق لا في شركة اسمها بيئة طب مش الكل يعرفها بس الشركة دي شغيلة الشركة دي دورها ايه؟ بتعدي على البيوت وتاخد شانتة الكمامة اللي عندها حضرتك مش بس كلا ده بتحزبك عليها ده بتشتريها طب تخيل يا سلام الشركة دي احنا مش عايزين بيئة بس احنا عايزين شركة واثنين وثلاثة من ده انه هو حضرتك بتحتفز بالزبالة في مكان عندك والشركة دي بتعدي عليك يومي تاخدها منك يعني اعتبر جامع منزلي ومش بس وجامع من المنبع او فصل من المنبع الزبط يا سلام وبتديك فلوس مقابل ده عن الزاز عن الحديد اه اه وباخد فلوس انما مسألة ان انا اخد شنطة الزبالة او كارتونة الزبالة ورميها في الشارع وفوق ساكن ناس انت بتضروهم واطفال وناس كبيرة ما تستحملش المنظر ده او الامراض والاوباع اللي هتعود عليهم من ده ده صعب جدا ده لازم يتشال تماما يعني هيتشال ازاي الحل الجزري الشركة دي موجودة وشغالها على فكرة اسلام شغالة بس مش معروفة لده الجميع يعني يعني هي مش واحدة يعني مش شغالة في مناطق عن مناطق اه وانا ما شفتهاش عندنا في مبابا الشركة البيئة دي لازم تيجي عندنا في مبابا ولازم اهلي مبابا يعرفوا ان في شركة هتعدي على حضرتك وهتلم القمامة وهتدى هتشتريها منك هتشتريها منك تمام ما ترمهاش في الشارع ما تنزلهاش في الشارع هتجي الشركة دي وتاخدها منك وبتجمعها لك بطريقة معينة وتديك حساب شهري او حساب يومي زي ما حضرتك عايز فده بالنسبة لحل مشكلة القمامة ان شاء الله بالنسبة للمرور التكاتك لازم تترخص احنا عندنا التكاتك منتشرة جدا جدا في مبابا وما اقدرش اقول ان هي سلبية فقط لا هي سلح سوحدين هي حل مشكلة وحل مشكلة البطالة الشباب كتير جدا بيشتغلوا عليها وبيصرفوا على قصارهم جميل فانا ما اقدرش اخليه اول الشاب اول لما يطلع كبري السحل ويطلع هاتي التوكتوك قعد يقضي عيط الولد جنبقى من الشرطة المنظر ده احنا بنشوفه يومي طب ليه؟ طب ما تقننهوله ولو غلط يتحاسب بس انا ما اخدش منه مصدر رزق وارميه لا ده يتقنن ده لازم يتقنن ولازم يترخص ولازم يقري رخصة زي العربيات بالزبط والخط السير معين يعني انت ما ينفعش تطلع الكبر الفلاني ما ينفعش تطلع الدائري ليه خط السير كده بتمشي فيه لو اخطى يتحاسب انما انا بحاسبه بدون اي هو المجرد ان فيه بس كمين واقف ولقطه مش اكتر يقوموا يا خط بتاع التوكتوك دوان اللي هو شاب زي بالزبط وقد يكون افضل بس الظروف اضطرته ان هو يشتغل هذا العمل اللي هو انا مبقللش من شأنه خالص بس الفكرة كلها فكرة الدولة هو الولد لقى مشروعه ويشتغله قدرخيره انه اشتغل بدل ما ودلقاهه انما احنا عايزين الدولة تساعده تساعده بايه ان انت بص يا حبيبي هتروح تعمل الرخصة الفلانية للتوكتوك وهتاخد الرخصة وهتشتغل بين كذا لك وهتشتغل خط السيرك كده التزم يبقى له حق الرزق والاندفاع مالتزمش لا نحاسبك نحاسبك انما احنا بنحاسب على حاجة هو اللي يعني طب انت قلتلي رخص انا مرخصتش هو اللي يرد يقول كده طب هات كذا طب انت غرامة دي يبنان عليه ادفك النقطة الاخرانين اللي قلت عليها المحل الامنية والمرورية احنا محتاجين في مبابا قسم سجن اولا واخيرا يعني ايه دي منها تبقى الاولى الحاجات اللي لو رب العالمين كرم سبحانه وتعالى انا هندي بيها عشان مبابا مبابا كبيرة جدا يا جماعة مبابا كبيرة جدا جدا ومنطقة جميلة جدا وفيها ناس كبيرة جدا مينفعش بلاء اسم واحد ولا نقطتين بس لا احنا ولا تلاتة ولا لا احنا عايزين نقطة نقطة على كل مزلقان زيادة الانتشارة الانتشارة الانية المزلقان يا استاذ اسلام بتاع القطر ده واهل الانبابا عارفين الكلام احنا يوميا بيلاقي بستات على الفيسبوك اني بانوتا اتخطفت ولا تتخطف مش عارف ايه اللي حصل طب ليه اهل الامن في مبابا شغالين كويس جدا جدا بس بامكانيات المتوفرة بيه يعني رئيس موحسن بابا انا بتوجه له بالشكر من مكاني ده بتوجه له كل الشكر والتقدير اللي هو فعلا يعني لا يكل ولا يمل من خدمة الناس ومساعدة والابض على على مخالف القانون فعلا يعني وده انا مش حاجة شفتها بعناي بس احنا عايزين نساعده اكتر ايه المشكلة اني يبقى فيه حد في ظهره رئيس ما بحس تاني اني حاس انه ايه بدل من مبابا كلها هيعمل ايه انه هيروح ارض الجامعين تمام ولا هيروح شرع البوي ولا هيروح عزمة الصعيدة ولا هيروح عند العمارة ولا هيروح فين فايه المشكلة اني احنا نقسمه ايه المشكلة اني احنا يبقى عندنا قسم مبابا ثاني انا اطالب بوجود اسم تاني لمبابا بالنسبة حضرتك عايزين تقلنا تدوق على ابرز الخدمات اللي انت قدمتها للاه الامبابا في الفترة الاخرانية اللي هي فترة الازمة مثلا بتاعة كورونا دي والله يا سلام يعني انا مش بحيب اتكلم في النقاط دي بس ايه يعني والله بفضل الله ما استطعت الى ذلك سبيلة انا قدير يعني فترة كورونا انا كنت بوفر كمامات لاهل المنطقة ومواد تنظيف ما استطعت الى ذلك سبيلة ما استطعت الى ذلك سبيلة تمام ساعدت اسر كتير جدا بس انا مش هينفع اقول اي حاجة ولا سؤال للموضوع ده تماما يعني السبب الله ان يتقبل يعني يعني الكاميرا ايه وجه الاهل المبابا كلمة اخيرة تنشدهم بها ان هما ينزلوا الانتخابات ويدوا صوتهم من مين لا 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 اهل المبابا على وعي كامل مش محتاجين مننا لا نصيحة اهل المبابا على وعي كامل 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 من احسن من اي منطقة اخرى وبين هينزلوا احسن من هو Fair واحد وهم هينزلوا وهم ينزلوا في كل انتخابات اهل المبابا على وعي كامل 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 ومش كريم اللي يتحك عليهم ولا ان شاء اللي يتحكب عليهم ان شاء الله هينزلوه وان شاء الله هيدى صوتهم لمن يستحق بغض النظر عن كريم وغيركم حيدوا صوتهم لمن يستحق وهم عارفين كويس جدا مين اللي يستحق ومن اللي يستحق بإذن الله وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من عين الشعب وباخد من كلام أستاذ كريم وبناشد السادة المواطنين النزول في انتخابات مجلس النواب القادم بكسافة واختيار من يمثلهم واختيار الأفضل بعون الله عشان نشوف مصر بعيونكم أفضل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة